وهذه ثمرة أيضاً عظيماً من ثمار الذكر أنه يعين على الطاعات ويلين العبادة كل ما أكثرت من ذكر الله كان ذلك سبباً لنين العبادة ويسرها عليك فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجهد في حمل الشراية يعني يجد جهداً ومشقة في القيام بالأعمال والعبادات وفرائب الإسلام إن شرائع الإسلام كثرت عليه فأوصني هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن شرائع الإسلام كثرت عليه ماذا كان يريد؟ هل كان يريد أن يخفف عنه الأعمال؟ أو يريد شيئاً يعينه ويوسر له الأعمال؟ أي الأمر؟ هل كان يريد لما قال إنها كثرت عليه؟ أي أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنت تترك بعض الصلوات وتترك مثلاً بعض رمضان هل كان يريد هذا الرجل بسؤاله؟ هل كان يريد أن تخفف عنه الأعمال بأن يحدث جزء منها؟ الجواب لا يريد شيء يلين له الأعمال ويسر عليه فأرشده إلى كثرة الذكر قال لا يزال لسانك رضباً من ذكر الله بمعنى أنك إذا كثرت من الذكر لا نتصلاة عليك ولا نتصيام جميع الأعمال أعمال البر فالذكر سبحان الله من فوائد العظيمة أنه يلين الطاعة ويسهلها بعض الناس الطاعة والعبادة ثقيلة عليه إذا نودي إلى الصلاة يقوم ولكن يحس بثقل يحس بثقل وانظر في هذا المقام ثقل الصلاة على المنافقين وقد وصفهم الله بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا الصلاة ثقيلة عليها أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ثقيلة جداً ولا يقوم لها إلا بشدة لا يقوم لها إلا بشدة ثقيلة جداً عليه لا يذكرون الله إلا قليلاً لكن الإنسان الذي يذكر الله كثيراً الفجر وغير ما الصلاة تكون لينة وسهلة عليه فهذه فائدة عظيمة وثمينة من فوائد الذكر